وأنا لما قريبت الحادثة دي كانت تفكيري طب وهو عارف الموضوع ده إزاي 13 سنة يعني عارف إنك إزاي تهتك عرض فتاة عارفه منين يعني عارف الوسيلة إزاي وإيه الرغبة اللي عنده اللي عنده 13 سنة ده وإيه اللي أثاره في طفلة عندها خمس سنين ما عنداش أي تضاريس يعني إيه الإثارة في الطفلة دي أسئلة كتيرة يعني ملاش إجابة عندنا بقى كأب أنا ما همنيش كل التفاصيل دي إحنا هنعمل إيه للبنت أنا بقى أناشد النائب العام لأن هذه مسألة شرعية قانونية أنا بقى أناشد النائب العام والأول مرة أناشده كأب احفظ للبنت دي حقوقها ولا حقوق وأنتم تعلمون بالشرع والقانون كيف تصونوا هذه البنت علشان ما تنتهيش دي حياتها كده تنتهي احفظوا البنت دي يا معالي النائب العام شرعا وقانونا أنتو تعرفوا تحملوا دا كويس ولا وسائل ولا طرق البنت وإحنا في مصر خدوا بالكو يعني أنه حياتها تنتهي وإيه عند دا خمس سنين لا لا دا لازم المجتمع كله يهب فين لجنة الطفل لجنة إنقاذ الطفل لازم يروحوا أنا مش هممني الواد الواد يعني القانون بقى وهو حدث ولا مش حدث يتحاكم ولا ما يتحاكمش وحنيجي زي عضية نييرة طب ما تشوفوا الواد جايز كم مدايق هنلعب بقى في الهبل اللي بنعمله دايما دا لا أنا مش هممني دا كله البنت البنت بنتنا البنت من عرضنا البنت ملهاش زنب دي بنت داخلت تعمل بيبي داخلت حمام داخلت حمام غلط خمس سنين يا جماعة تعافي خمس سنين دي يعني إيه ست النقب العام المجلس القومي للمرأة ما هي دي نواة مرأة تحركوا لازم نشوف لها حل لازم نشوف إيه اللي يتعمل فيه حاجات بتتعمل ولازم البنت دي على طول نقدر نشوف الموضوع دا بيتعمل إزاي أنا معرفش إنما خلاص هو تحت سمع وبصر هذا المجتمع هذا الطفلة ضحية هاتك عرض خلاص يعني لأ بقى هنقول إيه آسلو إيه اللي حصل تعرفين برضو فيه ناس يعني أسلو ما بيستخدم كلمات لوصف بشر ناس بتزعل يقولك إيه الألفاظ اللي بيستخدمك بس فيه ناس بصراحة أقل تعبير يا مائعة يعني مش عايزة أقول التعبير التاني مائعة لا الميوعة دي لا البنت أنا بقى هيب بالنيابة وبالنائب العام وبمحافظ أسيوت وبالجهات المختصة خدوا بالكم البنت البنت غلبانة وأهلها يعيني على أهلها حط نفسك مكان أمها ومكان أبوها على الحالة اللي هم فيها وحكاية بقى كنت أنا كنت فين وإيه اللي حصل وإيه اللي حصل وأنا إزاي ما كنتش جاء كل بقى الحاجات اللي بتتقال عذاب ونار ربنا ما يوري حد عذاب ونار ربنا ما يوري حد بقى الحاجات